ماروك اخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله توقيف سيدة بمحطة القطار يفجر مفاجأة من العيار التقيل تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المدري العامة لمراقبة التراب الوطني صباح يوم السبت من توقيف سيدة تبلغ من العمر خمسين سنة يشتبه في ارتباطها بشبكة اجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤترات العقلية وذكر مصدر امن انه جرى توقيف المشتبه فيها على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة القنيطرة مباشرة بعد وصولها على متن قطار قادم من احدى مدن شمال المملكة حيث اسفرت عملية التفتيش عن العطور بحوزتها على 1773 قرص مخدرة من بينها 993 قرصا مهلوسا من نوع اكستازي و780 قرصا طبيا مخدرا من انواع مختلفة واضف المصدر انه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن اشارة البحث القضائي الذي يجري تحت اشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع ظروفهم ملابسات هذه القضية وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الاجرامي وتؤشر هذه العملية وفق المصدر ذاته على استمرار التدخلات الامنية التي تباشرها مصالح المديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من اجل مكافحة وترويج المؤترات العقلية التي تشكل خطرا على الامن والصحة العامة